موسيقى المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات الليلة موسيقى إسرائيل تضرب مجددا في جنوب سوريا وتغير أيضا على موقع للجبهة الشعبية عند الحدود اللبنانية السورية أي أبعاد في ظل السخونة جنوبا وشمالا موسيقى الغارات التركية على الكرتة السادعي تحذيرا إيرانيا وتنديدا عراقيا وتشكيكا سوريا بارتباط الضربات بوضع تركيا الداخلي موسيقى عادت إسرائيل لتسخين الأوضاع مجددا طائرتها المسيرة اغتالت ثلاثة سوريين في ريف القنيطرة كما استهدفت غارتها بحسب مصدر عسكري سوري موقعا للجبهة الشعبية القيادة العامة على الحدود اللبنانية السورية هذا تطور يأتي فيما يشهد شمال سوريا غارات تركية على مواقع وحدات الحماية الكردية وشمال العراق يشهد بدوره غارات مماثلة على مواقع حزب العمال الكردستاني دمشق خرجت عن صمتها عزت الغارات إلى أسباب داخلية تركيا أما بغداد فرفضت انتهاك سيادتها طهران التي تراقب انتقدت وشددت على نغارات تركيا خطأ استراتيجي سيجعل الإرهاب يرتد على تركيا هذه التطورات نناقشها في مسائيتنا اليوم لكن قبل الدخول في تفاصيلها نتوقف مع موجز للأنباء شكرا لك كمال مشاهدين أهلا بكم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة استهدفت جامعة في نقم جنوب شرق صنعاء مراسل الميدينة فاد بأن الحصيلة الأولية للتفجير الذي استهدف جامعة الفايد بلغ ثلاثة شهداء وستة جرحة إلى ذلك شن طيران التحالف السعودي سلسلة غارات على أحيان سكنية بمدينة حرض في حج غرب اليمن ومنطقة الحسيني بالحوطة بمحافظة لحج جنوب البلاد في المقابلة فاد مراسل الميدين بأن الجيش اليمني والإجانة الشعبية قصفا بالصواريخ موقعي المعزاب والخفيرة جنوب السعودية أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين التنياهو أنه سمح ببناء ثلاثمائة وحدة استيطانية فورا في بيت إيل شمال رامالله في الضفة الغربية المحتلة كما أعلن نتنياهو أيضا موافقته على مخطط لبناء أكثر من خمسمائة وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة دع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا إلى إنشاء مجموعة اتصال دولية حول سوريا وشدد في كلمة لها مما مجلس الأمن على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لحل الأزمة في سوريا تجمع بين إجراء محادثات حول مواضيع محددة بين السوريين من ضمنها مسألة مكافحة الإرهاب وقال إنه لا يوجد توافق حتى الآن على انتقال سياسي في سوريا إلا أن الأمم المتحدة مجبرة على مواصلة جهودها استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وزيرة الدفاع الألمانية إرسلا فوندرلاين في تونس فوندرلاين أكدت أن بلادها ستدعم أمن تونس واستقرارها كما عرضت الوزيرة الألمانية خلال اجتماعها مع وزير الخارجية التونسي فرحات الحرشاني تعزيز التعاون العسكري بين تونس وألمانيا على خلفية الهجوم على مدينة سوسة السياحية هذا وعلى هامش الزيارة أعلن الجيش الألماني تزويد تونس بعتاد عسكري بقيمة مليون ومئتي ألف يورو أعلنت الحكومة الأفغانية أن زعيم حركة طالبان المل عمر مات في نيسان أبريل عام 2013 الحكومة أشارت إلى أن الفرصة السانحة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المصالحة وكان المتحدث باسم الاستخبارات الأفغانية حسيب صديقي أكد وفاة المل عمر في أحد مستشفيات كاراتشي في ظروف غامنة نقلت وكالة الأنباء السورية سانة عن مصدر العسكري سوري أن طائرة استطلاع الإسرائيلي استهدفت سيارة مدنية قرب بلدة حضر بريف القنيطرة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من أهالي البلدة الوكالة أشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف أيضا أحد مراكز الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة على الحدود السورية اللبنانية ما أسفر عن إصابة ستة عناصر بجروح مختلفة معي لأن مباشرة حول هذا الموضوع من العاصمة السورية دمشق مسؤول الإعلام المركزي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أستاذ أنور رجا أستاذ أنور أسعد الله مساءك ومباشرة بالنسبة للموقع المستهدف للجبهة اليوم ماذا استهدفت إسرائيل في هذا الموقع ولماذا بتقديركم قامت إسرائيل بالغارة على موقع تابع للجبهة تحياتي لك أولي أستاذ المشاهد حياك الله مؤكد أن استهداف هذا الموقع يأتي في سياق الحرب المفتوحة ضد تحالف المقاومة وبالتزامن بالتأكيد عندما يقصف في الجولان ثم يستاذف موقع للجبهة الشعبية القيادة العامة هذا دخول مباشرة على الخط في لحظة صعبة على المجموعات الإرهابية المسلحة هناك استنجاد بالمشغل الأساسي من يدير هذه الحرب على سوريا العدو الصيوني من أجل رفع معنويات الإرهابيين على الأرض خاصة في الزبداني حيث تتداخل هذه الجغرافية مع موقعنا المستهدف في الواقع ما بين الحدود السورية واللبنانية الإرهابيون يندحرون في الزبداني كذلك الأمر يحاول البحث عن مخارج عن مصالحات عن طريق آمن للخروج لكن وقد أسقط بيدهم الآن العدو يدخل لضرب قواعد الارتكاز وبنفس الوقت لنقل مراكز إسناد المدفعية حيث كما تعلم أستاذ كرمال للجبه الشعبية القيادة العامة تواجد على مساحة أكثر من 14 كيلو في هذه الجغرافية ما بين السورية واللبنان وهي قواعد موجودة منذ أكثر من 30 سنة هناك من تحدث اليوم عن دور لمقاتلية الجبهة الشعبية القيادة العامة في المعارك التي جرت في القلمون سابقا وأيضا في المعارك التي تجري حاليا في الزبداني والموقع المستهدف اليوم كان نقطة ارتكاز للجبهة في هذه المعارك هذا الكلام صحيح؟ بالتأكيد هذا الأمر أوسع قليلا أنشط حيث نحن لنا مواقع ثابتة كما تعلم في السويدة وأنت شخصيا أظنك تعلم في الأمر وإلى جانب الجيش السوري كذلك الأمر في محيط مخيمات دمشق وفي مخيم اليارموك حيث أوقفنا زحف التتار من إرهابي داعش وأكناف المقدس وكل من وقف في وجههم والآن نحن الرأس الحربة إلى جانب بقية فصائل التحالف في معركة عودة اليارموك كذلك الأمر لنقول وبشكل دقيق أن الجبهة الشعبية القيادة العامة باعتبارها تنظيم أو حزب حق العودة التي تتمنى استراتيجية حق العودة المقدس في هذا الشأن هي في عين العاصفة في موقع الاستهداف إنما إذا شئنا أن نرد المسألة إلى أصلها بالتأكيد إن ما تتعرض له السورية بقاعدته وباستراتيجيته هو العنوان الفلسطيني من هذه الزاوية نحن نقوم بأقل من الواجب نقوم بواجبنا في هذه المعركة التي نشعر أنها معركة المصير والمعركة الفاصلة بالنسبة لأمتنا سقط لنا أو أصيب ستة شهداء بعضهم جراحهم خطران نقلوا إلى مشافي دمشق دمر مستودع للأسلحة هذا كله يعوض لكن دائما نبقى نقول أن دخول العدو الصيوني على خط المعركة مباشرة له دلالة ذات مغزى سياسي وعسك حيث بدأت فقط أريد أن أتأكد من مسألة لأنك ذكرت ستة شهداء للجبهة ستة شهداء أم ستة جرحة لا أنا لغوا هو أقصد ستة جرحة جراحوا بعضهم خطرة ونقلوا إلى مشافي دمشق هذا يأتي في سياق دور الجبهة وجود الجبهة الذي ينسج مع قناعتنا منذ اللحظة الأولى أن سوريا تخوض معركة الأمة ومعركة الأمة عنوانها فلسطين حتى الآن هذا التنظيم قدم كما تعلمون أكثر من 233 شهيدا في هذا السياق كل قطر الدم إلى جانب الجيش العربي السوري تقدم هذا واجب علينا وهذا نقول أنه واجب على الأمة جمعاء بالتالي نحن الشعب الفلسطيني نضع كل قدرات وطاقات هذا الشعب في هذه المعركة ومن يقول عكس ذلك لا علاقة له بفلسطين من يتنكر لذلك أيضا لا علاقة له بطبيعة المعركة هذه معركة فلسطين بامتياز تخوضها سوريا اليوم ترفع راية المقاوم اليوم وهي قلعت هذه الأمة التي نجحت وانتصرت على مدار عكس الأمة أريد السؤال عن طبيعة الموقع المستهدف والموقع الجغرافي تماما اليوم تم الحديث عن موقع على الحدود السورية اللبنانية الموقع المستهدف طبيعة الاستهداف وأيضا الهدف من الاستهداف أنت تحدث عن دور الجبهة في تلك المنطقة وفي معارك تلك المنطقة ويصب ذلك خدمة لبعض الجمعات التي تقاتلها الجبهة وتقاتلها قوى أخرى لكن بالنسبة لطبيعة الموقع والدور الذي يقوم به وأسباب استهدافه هو في الأساس منذ عشرات السنين هذا موقع ارتكاز من أجل عمليات في مواجهة العدو أو لنقول هو تحت مظلة حزب الله المقاومة اللبنانية لأن كل عملياتنا كل جهدنا حتى الشهداء الذين سقطوا في حرب تموز وفي هذا الموقع بالذات بعض منهم هذا يأتي في سياق رؤيتنا للمعركة الشاملة حتى في فهم أبعد من ذلك في الاستراتيجية الدفاعية التي كانت حذث عنها حزب الله وهي موضع خلاف بين اللبنانيين لكن في المعركة التي تخوضها سوريا الآن ضمن تحالف المقاومة كقاعدة استراتيجية هذا الموقع كان له في الإسناد المدفعي في التذخير هو موقع أيضا لنقل ذو عمق استراتيجي لمنطقة الزبداني في مواجهة الامتدادات الأخرى لمعركة القلمون يقدم ما قدمه وقد تعرض إلى محاولات بنفس الوقت الهجوم أو الإسقاط وصمد وتحصن وأصبح فاعلا في سياق المعركة على الأقل الآن ضمن منطقة الزبداني الموقع يمتد على 14 كيلو متر طولا ما بين الحدود السورية واللبنانية يطلق عليه الأخوة اللبنانيون مجازا قوسايا أو مواقع قوسايا هي ما بين الحدود وقد شكلت بصراحة سدا منيعا منع تسلل إرهابيين كثر من الحدود اللبنانية إلى الحدود السورية وتكامل ذلك مع جهد المقاومة اللبنانية ومع جهد حزب الله وبالتالي نحن في أرض المعركة نقول قلب واحد ونبض واحد ويد واحد وبالتالي هذا الجهد البسيط يا سيدي لنقول على مبدأ بحصة بتسنيت جرة لكن هذه البحصة هي في عمق وجذر المقاومة وبنفس الوقت في المعنى يعلم العدو أن قواعد الجبة الشعبية للقيادة العامة الممتدة الآن الموجودة في البقاع الغربي والبقاع الأوسط وموجودة أيضا في مداخل الجنوب اللبناني كما تعلمون مواقعنا وأنفاقنا في الدامور والناعمة كل ذلك ما زال له دور والحلفاء في حزب الله يعلمون ذلك وبنفس الوقت شكلوا حقيقة لنقل مظلة آمنة لهذه المواقع الفلسطينية التي كانت موضع احترام وتقدير من كافة القوى الوطنية اللبنانية على اعتبار أنها سلاح منضبط سلاح كان دائما من أجل لبنان وخدمة لبنان والدفاع عن أمن لبنان وأمن المقاومة وأمن المخيمات واليوم هو يكون ومن باب الواجب المطلق هو في هذه المعركة التي يقف في طليعتها بالتأكيد اليوم رأس حربة ورأي خفاقة تنتصر يوميا لفلسطين هو الجيش العربي السوري شكرا جزيلا لك أستاذ أنور رجا مسؤول الإعلام المركزي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة كنت معنا مباشرة من دمشق وأيضا لمزيد من التعليق على الغارة الإسرائيلية سواء كان على موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أو حتى على قرية الحضر السورية مع يلان مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء محمود زاهر طبعا سيكون معنا أيضا من العاصمة العراقية بغداد نائب عن منظمة بدر السيد محمد ناجي وأيضا سيكون معنا من دمشق عضو مجلس الشعب السوري الدكتور أحمد الكزبري أبدأ معك سيادة اللواء محمود زاهر من التحرك الإسرائيلي الأخير على منطقة الحدود البعض سيادة اللواء يربطوا بهدف استراتيجي بعيد له علاقة بارتباطات أو بتغيرات على مستوى الميدان في الشمال والتدخل التركي البعض الآخر يقول بأنه عمل روتيني إسرائيلي له علاقة ببعض الأوامر التي تعطى للجنود والضباط في تلك المنطقة له معايير محددة للتدخل في أي إطار أو أي سياق يمكن أن تضع التحرك الإسرائيلي المكرر والمتكرر داخل أراضي السورية أولا بسم الله الرحمن الرحيم وتحياتنا لك يا أستاذ كماني حياك الله ضيفك الكرام تعليقا ضيفك الكريم السابق قال أن له دلالة هذا العمل له دلالة ولم يوضح الدلالة أعتقد أن أنا همسك النقطة دي وأدخل منها النهاردة إسرائيل حضرتك لو أخذنا حتى في آخر ما تم في الأخبار عند حضرتك 300 ماس كان جديد قبل يوم كان فيه 1400 قبل يوم كان فيه النهاردة أما تيجي إسرائيل بتخش حدود على الحدود السورية بالطيران وتضرب مواقع أيا كان مسماها سورية لبنانية دفاعا أضياء فلسطينية الدلالة الوحيدة بتقول أن الإسرائيلية أمام الداعش والإرهاب والإجرام التي هي جزء أساسي فيه مع الولايات المتحدة الأمريكية وآخرين بتقول أن إسرائيل بتتمدد في هذا الاتجاه وهذه هي الخطورة ولكن أنا ليه تعليق دائما ما بقوله لو ظل كلهم مننا يا أستاذ كمال بيقول أنا شايل الأمة العربية فوق دماغي يا سيدي كالترخيرك إحنا عايزين قبل ما تشيل الأمة العربية فوق دماغك سواء كنت مصري سواء كنت فلسطيني سواء كنت لبناني سوري لا إحنا عايزين نقف كلنا نشيل الأمة العربية فوق دماغنا إنما الوحدك مش هتقدر وأنا الوحدي مش هقدر اللغة دي لازم نبطلها ونعرف أن التكاملية نقصانة وبنسعى إليها بكل جهد إذا ما وصلناش لده أعتقد أن العدو هيظل يتمنظر علينا ويدينا دلالات جارحة جدا طيب أنا أريد سيادة اللواء رأيك العسكري تماما فيما يحدث في سوريا هذه الغارة حصلت أكثر من مرة داخل أراضي السورية وكأنه إسرائيل تفرض قواعد اشتباك عسكرية جديدة بأنها تفرض على سوريا واقعا عسكريا يقول بأنني أتدخل عند الضرورة وبشكل دائم وليس فقط ما كان سائدا قبل ثلاثة أو أربع عوام اتفاقية فضل اشتباك التي تمنع إسرائيل من الاقتراب أو تنفيذ أي عمليات في تلك المنطقة لا هو حق تاني يا أستاذ كمال نمرة واحد هي زي ما أشارت لحضرتك ومع الأسف الكلام جارح في أن أنا أزود فيه آه هي بتحاول تفرض نفسها في واقع معين وبتقول أنا ما فيش لا اتفاقية ولا غيره بتحد من أهدافي ولكن النقطة الأخرى وهي المهمة جدا النهاردة نعلم أن الشقيقة سوريا بتنزف وعلينا نفهم كويس قوي لما يكون في معركة عسكرية ومحور التنمية واقف هذا استنزاف ضبل مضاعف فهنا إسرائيل بتفتح باب استنزاف جديد وضغط نفسي أمام الشعوب العربية بما تفعله من تعدي للحدود ده فتح باب استنزاف آخر حتى ولو سمناه معناوي هو مؤثر فتح باب استنزاف يدي طاقة للمجرمين هذا لابد أن نقف أمام هذه الأمور ومن المهم للغاية أن لو وقفنا أمام معارك حربية واستنزافية دون أن تتحرك الخطوط أو المحاور التنموية لأقترنا إحنا خسرانين وأتمنى أن الكلمة دي ما تحصل طيب نسأل الدكتور أحمد الكزبري مباشرة دكتور أسعد الله مساءك وهذا التدخل الإسرائيلي المباشر في سوريا وأنا قلت قبل قليل المكرر إسرائيل بتقديرك متى تظهر بشكل مباشر يعني ما هي الظروف الميدانية الاستخباراتية السياسية ربما التي تجعل إسرائيل تتدخل بشكل مباشر في سوريا سيدي إذا نلاحظ نحن كل ما يصير ضعف للجماعات الإرهابية المسلحة اللي هنبعتنا للإرهابيين على الأرض بيصير تدخل مباشر من إسرائيل ومثل ما تفضلت هذا المكرر إسرائيل صارت منذ بداية الحرب على سوريا متدخلة لأكثر من ثلاث أو أربع مرات هلأ بتصوري هذا التدخل الأخير فيه له عدد أسباب السبب الرئيسي هو الهجوم الأخيري اللي صار على درعة يعني هو إفشال المرحلة الرابعة لغرفة موك اللي صارت بدرعة واللي راح فيه أكثر من ربع لتلت المهاجمين اللي كانوا حاجدين قوة بشرية كبيرة بالنسبة للمنطقة الموجودة يقال على حوالي من 1200 ل 1500 إرهابي واللي راح تقريبا بين ربع لتلتهم وفشلوا أنه كانوا داخلين من أربع محاوير فهي شكلتهم نكسة كبيرة جدا إضافة يعني فيه أسباب تانية أخرى مثل ما تفضلوا شوي الأسات المحاولين يعني كان فيه عندنا موضوع القلمون خفض الضوء عندنا موضوع الزبداني وبتصور نقطة تانية جوهرية هي يعني سحب الأضواء من ما يحصل في الشمال السوري فهدول مع بعضهم هن التسبب المباشر لتدخل هذا ما يجعل إسرائيل تتدخل في كل مرة سيد محمد ناجي في العراق عندما نتحدث عن تدخل مباشر اليوم أيضا كان هناك احتجاج عراقي على تدخل مباشر التركي أيضا في العراق هذا التدخل المباشر سواء كان من قبل إسرائيل أو من قبل تركيا في سوريا أو في العراق بتقديرك كيف يتم توظيفه ومن يخدم بالدرجة الأولى وهل حقيقة مصطورة أن إسرائيل أو الجهات الخارجية تدعم قوى تكفيرية في العراق وفي سوريا نعم بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله وحيا الله الضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام في الحقيقة نعم هناك غارات تركية تغيير على حزب العمال الكردستاني التركي وتخرق السماء العراقي وهذه بحد ذاتها خرق للقوانين الدولية وعدم حسن جوار من تركيا مع العراق وخرق للسيادة العراقية تركيا ونحن لدينا معها جوار ولدينا معها اتفاقيات وأن لا تقوم بمثل هذه الطلعات إلا بإذن من الحكومة العراقية ولكننا نشاهد أكثر من مرة وقد سبق للحكومة التركية أيضا أن قامت بخرق بري ليس فقط أيضا جوي وهذا يدل على أن تركيا لا تراعي حسن الجوار مع العراق وتخرق العلاقات الدولية أيضا هذا بالنسبة للعراق سوف نتحدث عنه أيضا بشكل مفصل ولكن سيد محمد أيضا بالنسبة لتدخل الإسرائيلي المباشر أنا أخذت رأي سيادة اللواء محمود زاهر وأيضا متعمدة نأخذ رأيك فيها العراق لأن مسألة الاعتداء الإسرائيلي على أرض عربية تصبح المسألة خارج نطاق سوريا خارج نطاق الدولة الوطنية يعني هناك تعرف هناك صراع عربي إسرائيلي وليس فقط سوري إسرائيلي أو فلسطيني إسرائيلي بالتالي أيضا يهمني أن أستمع رأيك بالاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية الحالية هل تسقط كل الاعتبارات عندما تتدخل إسرائيل ويصبح الحديث عن معارضة وسلطة حديث لا معنى له عودتنا إسرائيل دائما بخروقات كبيرة ضد دول عربية وضد سوريا بالذات لأنها من دول المقاومة والدولة التي بقيت صامدة إلى هذا اليوم بوجه كل الاعتداءات وكما هو معروف أن إسرائيل تتحين الفرص وتريد أن توجه ضربات وضربات إلى سوريا الشقيقة لتنفيذ أجندته وكما هو معروف أيضا أن داعش إنما هو صنيعة أمريكية إسرائيلية وهذا الدعم كلما نشاهد أن هناك عمليات كبيرة تحاول أن تطيح بأكبر قدر ممكن من الخسائر بداعش نشاهد أن هناك تدخل لربما يكون من قبل القوات الإسرائيلية جوا أو غير ذلك من الأفعال التي تقوم بها إنقاذا للموقف لقوات داعش على الأرض نحن في العراق أيضا نعرف ونعلم علم اليقين أن إسرائيل لها يد طولة في دعم داعش وكذلك الولايات المتحدة من خلال مخابرات CIA أيضا تعمل بدعم داعش بل حتى التحالف الدولي الذي سمي التحالف الدولي واكتسب شرعيته من خلال قرار الأمم المتحدة والذي جاء طلبا للحكومة العراقية لكي يقدم الدعم الجوي ضد داعش لكن نشاهد أن ما أداه هذا التحالف ليس إلا ضربات بسيطة بل أن بعض الضربات وهذا ما حدث في بداية هذا الأسبوع أن نوجه ضربات إلى قواتنا المسلحة نبقى معي أستاذ محمد ناجي لو سمحت وأيضا بقيت ضيوفي من القاهرة ودمش إذا كنت تسمعني أيضا أعلنت أنقرة فتح قاعدة أنجيرلك العسكرية من التحالف الأمريكي ضد داعش وأفدت بأن الخطوة لا تتعلق بالضربات على حزب العمال الكردستاني هذا فيما عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استحالة مواصلة عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني الغرات التركية تواصلت على مواقع الكردستاني في العراق فيما دارت اشتباكات في ولاية هاكاري التركية مع مهاجمة مسلحي الحزب أحد المباني الحكومية رأت وزارة الخارجية السورية أن الحكومة التركية مسؤولة بصورة مباشرة عن سفك الدم السوري وعن المعاناة الإنسانية لملايين السوريين بفعل دعمها الإرهاب وفي رسالتين لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تسألت ما إذا كانت نوايا تركيا في مكافحة الأرهاب صادقة أم أنها جاءت لأسباب داخلية تركية غارات تركية ضد مواقع داعش وقصف على مواقع الوحدات الكردية في ريف حلب تطورات ميدانية تبدد تركيا خلالها وقائع أعوام خمسة من الاشتراك بدعم المجموعات المسلحة ضد دمشق الخارجية السورية شككت في رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة باليقظة التركية المتأخرة لتطرح السؤال العريض هل تصدق النوايا التركية أم أن الأمر يرتبط بأجندات مختلفة من ضرب الكرد إلى أسباب داخلية أخرى تركيا لها أهداف أخرى غير محاربة الإرهاب الداعشي والنصرى إلى أخرى فهي تستهدف على الأكثر حزب العمال الكردستاني وهي مشكلة مستعصية في تركيا ولا تجد لها حلان فتريد أن تصدر مشاكلها الداخلية باتجاه هذا التصعيد الجديد تجاه حزب العمال الكردستاني تحت غطاء أنها محاربة الإرهاب الرد السوري حمل تركيا المسؤولية المباشرة عن سفك دماء السوريين اتهامات مباشرة بتسهيل مرور المسلحين بمن فيهم مسلح داعش وتدريبهم وتسليحهم ومساندة النصرى ناريا لدى دخولها إدلب وسرقة آلاف المصانع السورية تركيا فتحت حدودها ومطاراتها وزودت هؤلاء المسلحين بالسلاح والمال والتدريب والعتاد وكل الجوانب اللوجستية وبالتالي محاولة تركيا خلال الأيام الأخيرة بالتوجه إلى مجلس الأمن أو إلى الناتو أو إلى المنظمات الدولية أو حتى إلى كافة الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الأزمة السورية والقول إنها ضحية للأرهاب هذا قول غير صحيح لأن الواقع يقول عكس ذلك دمشق أكدت أن التزام تركيا ودول الجوار بالقرارات الدولية التي تمنع تمويل وتدريب وتسليح المجموعات المسلحة كفيل بتجاوز 70% من عوامل الأزمة السورية لن يوقف الرد الدبلوماسي السوري القصفة والغارات التركية على الحدود الشمالية لسوريا لكنه في المقابل رد يعيد تذكير أنقرة والمجتمع الدولي بأن مواجهة جدية للإرهاب تتطلب عملاً إقليمياً ودولياً جماعياً محمد الخضر دمشق إيران اعتبرت أن الغارات التركية على الكرد خطأ استراتيجي في محظر العراق من مخاطر الغارات واعتبرت ضربات في شماله ضد مواقع حزب العمال الكردستاني انتهاكاً لسيادته منذ بدء الغارات التركية داخل سوريا والمواقف الإيرانية تتوالى رفضاً لهذا التدخل وآخرها مصدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية حسن فيروز أبادل التي اعتبر فيها أن تركيا ارتكبت خطأ بمهاجمتها الكرد بذريعة ضرب داعش مؤكداً أن هذا يسهل وصول الإرهابيين التكفريين إلى الحدود التركية المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم كانت رأت في هذه الغارات على الأراضي السورية مسلكاً منفرداً من تركيا وتمت دون التنصيق مع السلطات في سوريا ويتماشى هذا الرفض مع موقف مشابه للحكومة العراقية عبرت عنه بلسان رئيسها حيدر العباد الذي أدان الهجمات واعتبرها اعتداء على السيادة العراقية وطالب أنقرة بتجنب المزيد من التصعيد والسعي لحل الأزمان الرفض العراقي للغارات التركية جاء متزامناً مع إفادي بغداد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض إلى دماشق حيث استقبله الرئيس بشار الأسد وصدر في ختام اللقاء تأكيد على أن القضاء نهائياً على ظاهرات الإرهاب يتطلب جهداً جماعياً ملزماً على المستويين الإقليمي والدولي أساسه التعاون البناء واحترام سيادة الدول التطورات الدمية في سوريا تقلق مصر وهو معكسه موقف الخارجية التي أكدت ضرورة الحفاظ على أمن أراضي سوريا الإقليمي بما يتوافق مع أسس الشرعية الدولية وقراراتها وأعود من جديد إلى ضيوفي في دمشق بغداد والقاهرة ومباشرة لك سيادة اللواء محمود زاهر عندما ننظر للمشهد السوري بداية الآن ونجد أن هناك تدخل تركي مباشر بالتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وحديث عن منطقة آمنة أو عازلة وقصف لداعش والكرد في التوقيت ذاته تدخل إسرائيلي من جهة الجنوب هل تعتقد أن هناك ثم التغيير قد يحدثه هذا التدخل أو التدخلين المباشرين أم أنهما جاء مصادفة هل تعتقد أن معادلة الميدان يمكن أن تتغير بهذا الدخول المباشر لا أستاذ كمال ما فيش مصادفة وما هماش ضد بعض ويؤسفني اللي أنا هقوله أتمنى أنه يتغير في القريب لأن اللي بيضفئ التعبان بيتقرص واللي بيلعب بالنر بيتحرق بيها وهذه ليست شماتة بل بالعكس ونعمل أسف نتمنى أن نتخلص منه وبأسقط خلامي على تركيا حينما أضع الخريطة أمامي أو أي إنسان بيضع الأمور بحسابات دقيقة يجد أن الخط الأمريكي الإسرائيلي التركي متطابق تماما فما فيش تعارض بل هناك تعارض يعني الغارة الإسرائيلية عددت ما تقوم به تركيا وتركيا عددت ما تقوم به الغارة الإسرائيلية والاتنين في اتجاه مرسوم صهيونيا وبدأ من 1880 ونعلم هذا جيدا نهارد حضرتك لما بتذكر موقف تركيا إقليميا هنجد أنها النهارد جرحة سوريا وجرحة العراق وجرحة مصر وبتجرح المنطقة بدعمها للإرهاب التي تتكسب منه نوع من الصمصرة البترولية هذا كله بيصب في حجر إسرائيل وحجرها المؤقت طيب أجي لحتة أنها قالت أنا أقاوم الإرهاب وانقلبت ظاهريا ضد داعش هذا لا يدخل على إعقالات استراتيجية أي إنسان فاهم على الإطلاق لأن الاستراتيجية ما بتتغيرش من يوم وليلة ولا يمكن أنها تتقلب في يوم وليلة إلى ضدها لا هذا تمويه وهذا غطاء كما قال ضيفك الكريم من قبل هو طاية العام لضرب حزب العمال الكردستاني وهي مشكلة داخلية تركية أزلية عليها أنها تحلها بطريقة أو بأخرى أما أنها تعمل هذه الألعاب البسيطة أعتقد أن الزمن والفكر والحسابات لمن يفهمهم كثيرين تعدت هذه المنطقة مع الأسف الشديد تركيا وقع في حتة حصرة مش مزبوطة وتمنها يكون غالي وهذا ما لا نتمناه لأن ما دمت بأسعى ويعني دائما ما بأسعى إلا إن لم يكن المنطقة كما قال الرئيس بشار الأسد وأنا معاه في كلامه عشان أنهي على إرهاب هذا يستدعي تكاملية دولية إقليمية جيد ولما أصل للإقليمية يبقى لابد أن أبعد عن حتة بقى التحيزات القطرية اللي ما بتجيبش نتيجة واللي فيها متجرات سياسية لا معنى له لا موقف تركيا واضح إذا سمحت لي أخذ رأي الدكتور أحمد كزبري فيما يتعلق بالموقف التركي دكتور أحمد عندما تقول تركيا بأنها تفاهمت مع الولايات المتحدة الأمريكية على منطقة الشمال السوري وأن هناك منطقة آمنة الولايات المتحدة تدعم هذا التصور ولكن على الأرض عندما تقوم الطائرات التركية بالإغارة على وحدات حماية الشعب الكردية وهذه الوحدات هي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية في ضربها كقوة وحيدة في تلك المنطقة تستطيع أن تقف في وجه داعش كيف يمكن أن تعتمد تركيا على جيش الفتح ومن ضمن النصرة بينما الولايات المتحدة تضع النصرة على قائمة الإرهاب ألا تعتقد أن هناك نوع من المفارقات أو الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا في منطقة الشمال وطبيعة التحالفات كيف يمكن تفسير هذا التناقض في وقت تتحدث في تركيا عن تفاهم؟ لا طبيعي الخلاف موجود بين واشنطن وأنقرة والعلاقات فاترة جدا بدليل أن أردوغان وفق على استخدام قوات التحالف لقاعدة أنجليك هو مرغم على هذا القبول تم تسريب أن أجد تهديد من الولايات المتحدة الأمريكية رسمي لألو حتى قبل من هذا الكلام إذا بدنا نأخذ نرجع شوي في منطقة تحالف جون ألن صرح صراحة وقال إذا قررت تركيا الخوض بريا في الأراضي السورية فهي رح تعرف على هذا لوحدة نحن لم نمشاركين معها بهذا الموضوع النقطة الثانية المقاتلين الذين يحاولون يصوروا أنه إذا ضربوا داعش وصار انسحاب للمناطق التي بدأت تنسحب منها داعش فهن بدهم قوة تعبي محلة والقوة اللي بتعبي محلة بوجهة النظر التركية هنين جيش الفتح وأحرار الشام اللي هنين فعليا هن جبهة النصرة واللي هي على قوائم الإرهاب الدولية واللي واشنطن ما ممكن تقبل فيها فحتى أن قدموا لهم ستة ألاف اسم للأميركان والأميركان ما وافقوا منهم إلا على خمسمائة واحد من ستة ألاف لأنه لقوا الباقين كلهم فيه الارتباط مباشر مع الجماعات الإرهابية التكفيرية وائح المقاتلين اللي قدمتهم تركيا استرطت تقديم تعهد رسمي بعدم مهاجمة الجيش السوري وفقط الاكتفاء بقتال داعش بس المشكلة اليوم أنه أردوغان عنده المشكلة الداخلية هو سقوطه بالانتخابات رح تدفعه حتما لا ما حيصير في عنده تشكيل حكومة اتلافية الواضح تماما من مجريات الأمور أنه هو بدي يذهب الانتخابات مبكرة خاصة أنه المهل الدستورية دكتور أحمد بأن سوريا تعول كثيرا أو تذكر كثيرا مسألة الوضع الداخلي التركي حتى في الرسائل الرسمية أو في البيان الرسمي السوري يتم الحديث أن أردوغان يريد تصدير مشكلته الداخلية إلى أي حد سوريا تعول على التغيير في داخل تركيا سيدي سيصير تغيير حكما اليوم يفتح حرب ظاهرها على داعش فالمقصود فيها هو بس الكرد هو يعني أنت لا تنسى أنه في عندك 18 مليون كردي موجودين في تركيا فهو الخطة أو الرهان تبعه وقت يصير أي قتال بين القوات التركية وبين القوات الكردية هذا سيأجج المشاعر القومية وبالتالي سيدفع بحزب الشعب الجمهوري للتصويت في الانتخابات القادمة لصالح حزب العدالة والتنمية وعدم أعطاء أصوات للأكراد وبالتالي هو عم يعول أنه ما يقدروا يرجع والأكراد يحصلوا على حاكفة العتبة اللي هي بالغة 10% وبالتالي بيرجع بروح حل 10% أو الأقل اللي ما بيدروا يجاوزوها بتتجير للحزب الأكبر اللي بيأخذوا الانتخابات واللي هو حزب العدالة والتنمية وبالتالي بيقدر يرجع يمسك زمام الأمور اليوم المشكلة أدوغان عايش عنده هواجس عالي هاجسه الأول والرئيسي هو تحويل النظام البرلماني لجمهورية ويكون هو القيصر الموجود عليها هذا الشيء اللي رسب فيه الانتخابات اللي اللي عم يحاول يمشي فيه النقطة الثانية هو ينهي موضوع الحلم الكردي الموجود اللي عنده في جنوب شرق تركيا من جهة أخرى وانهاء موضوع عملية السلام الموجودة والنقطة الأخرى اللي ما بنا نسقطها من حساباتنا أنت اليوم بعد الانتفاق النووي الإيراني هو يعي تماماً الدور القادم لإيران في المنطقة فهو يحاول يدفع ويزج بتركيا ليعمل نوع من التوازن الإقليمي بإعادة العلاقات حتى مع واشنطن تحديداً نحن نلاحظ لماذا تحالف صلوا من شهر 9-2014 اليوم لحتى فتحوا بعد اجتماعات عديدة بين الأتراك والضباط الأميركان لفتح قاعدة أنجليك اليوم صار هذا بعد إنجاز الاتفاق النووي أريد موازني بالحضور بالنسبة للحضور التركي مع الحضور الإيراني تسمحني أنتقل إلى بغداد وأسأل أستاذ محمد ناجي حول الموقف العراقي أستاذ محمد سيد حيدر العبادي أدان الهجمات داخل الأراضي العراقية واعتبرها اعتداء على السيادة العراقية وأيضاً طالب أنقرة بتجنب المزيد من التصعيد والسعي لحل الأزمة طبعاً هذه الإدانة تزامت مع إرسال مبعوث عراقي إلى دمشق نريد أن نفهم هل هذا هو الموقف العراقي ونقطة هل السيد حيدر العبادي غير معني حالياً أو لا يريد حالياً التصعيد مع تركيا بسبب هذا الموضوع وأيضاً بالنسبة للقوى الأخرى داخل العراق كيف يمكن أن تتصرف خاصة من يضرب ليس داعش فقط إنما الكرد أيضاً نعم هناك مداخلات كثيرة في هذا الاعتداء التركي على السيادة العراقية تركيا تدعي أنها تريد أن تضرب حزب العمال الكردستاني التركي وفي نفس الوقت أنها بدأت تحارب داعش ونحن نعلم أن محاربة داعش هي مسألة ليس حقيقية بالنسبة إلى الحكومة التركية إنما خسرت الرهان مع داعش وتريد أن تغير استراتيجيتها ولعبتها مع داعش في كيفية الاستفادة من هذه القوات بشكل آخر كما هو معروف ومعلوم لدينا جميعاً أن تركيا ما زالت تحلم باستعادة الموصل إلى تركيا لديها أطماع كبيرة في الموصل وتعمل ليلة نهار على استعادتها بأي شكل وآخر ولذلك نحن لا نستبعد من أنها تريد أن تتدخل بشكل وآخر بحجة ضرب حزب العمال الكردستاني التركي ومحاربة داعش وتدخل إلى الأراضي العراقية وتدخل إلى الموصل هل صحيح أستاذ محمد ناجي بما أنك ذكرت بوضوع الموصل هل صحيح بأن قرار الحكومة العراقية بدخول الموصل هل صحيح بأن قرار الحكومة العراقية بدخول الموصل قد أوقف بقرار من الولايات المتحدة بسبب اعتراض تركيا على عدم التنسيق معها في أي هجمات أو أي حملة عسكرية لتحرير الموصل لا نحن لا نخضع إلى هذا التأثير سواء تركيا قالت أم لم تقل وكذلك الولايات المتحدة نعم للولايات المتحدة تأثير بشكل وآخر ولكن بالنتيجة قولنا هو الفصل عندما نعلم ونعتقد أن قد حان دخول الموصل بقوات عراقية يمكن أن تكون مدعومة بقوة جوية من قبل التحالف الدولي سندخل إلى الموصل لكن اليوم كما تعرفون لدينا عمليات الرمادي والرمادي لها حدود طويلة مع سوريا وهذا ما جاء يعزز زيارة سيد فالح الفياض رئيس جهاز الأمن الوطني إلى دمشق وهذا جاء تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية مع سوريا وخاصة إلى دمشق وخاصة في هذا الظرف الذي تقوم فيه القوات المسلح العراقي والحجد الشعبي وأبناء العشائر بتحرير مدينة الرمادي سيد محمد ناجي وأي ضيفي الكريمين من القاهرة ودمشق نتوقف مع فاصل ثم نكمل النقاش في هذا الملف ابقوا معنا مجددا حياكم الله الحكومة التركية التي تتحدث عن مواجهة داعش في سوريا تأمل إضعاف الكرد وتقوية جيش الفتح في مواجهة الجيش السوري لكن مراهناتها قد لا تتوافق مع موازين القوى قراءة لقاسم عز الدين سالة والتنمية الذي ينضم إلى تحالف واشنطن في مواجهة داعش يبدو أنه يتعارض مع التحالف في الأولويات والأهداف بحسب توضيح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية انتقال الإدارة الأمريكية إلى العمل على منطقة خالية من داعش يتضمن أولوية مواجهة داعش على ما عداها في سوريا ولا سيما تأجيل الصدام مع الجيش السوري أو حتى التنصيق مع الدولة والجيش في هذا السياق يصرح مسؤول في البيت الأبيض أن بعض جماعات المعارضة لن نعمل معها قطعا وهي تحديدا جماعات النصرة والقاعدة كما أوضح روبرت فورد الذي توقع قبول واشنطن التعايش مع أحرار الشام إذا انفصلت عن النصرة واشنطن تتوخى الاعتماد على وحدات الحماية الكردية لإخلاء الرقة من داعش بعد أن تبين لها أن قوات المعارضة المعتدلة التي دربتها لا تتجاوز ستين مجندا على قول كاترين أشتون لكن تركيا التي تصوب على داعش مع تحالف واشنطن تسعى إلى إصابة حزب العمال الكردستاني في العراق كما تسعى إلى ضرب الكرد في سوريا إذا لم يعلن الولاء في عدم إزعاج أنقرة وفق تعبير أحمد داود أغلوب إلى جانب ذلك تعتمد تركيا على النصرة وجيش الفتح في مواجهة داعش على أمل تقوية هذه المعارضة المعتدلة كما تسميها في مواجهة الجيش السوري والدولة المراهنات التركية التي تتعارض مع مقاربة البيت الأبيض تصطدم بأرض الميدان السوري وتصطدم بتوازنات إقليمية أخذتها الإدارة الأمريكية في الاعتبار حين أقرت بفشل مراهناتها في سوريا لكن تركيا التي ذهبت بعيدا في سوريا قد يصعب عليها التراجع دائرة كاملة لعلها تأمل أن يكون الهروب إلى الأمام أقل كلفة عودة من جديد إلى ضيوفنا سيادة اللواء محمود زاهر عندما تفتح تركيا أو تسمح لقوات التحالف والولايات المتحدة باستخدام قاعدة أنجرلك مقابل أن يطلق يد تركيا كما يبدو لضربها داعش بالإضافة إلى الكرد في تلك المنطقة هذا يقودنا إلى الحديث عن موازين قوى سواء كان داخل موازين قوى عسكرية داخل سوريا أو حتى موازين قوى على مستوى الإقليم نريد أن نفهم من خلالك الموقف العسكري الأمريكي عندما يستخدم قاعدة تركية لضرب داعش بينما يعطي الكرد من ناحية أخرى حق قتال أو ضرب حزب العمال الكردستاني في كل من سوريا والعراق أي معادلات عسكرية يرسمها البلدان في سوريا طيب لو سمحت لي يا سيد كمال خلينا نطلع شوية بالتخطيط الاستراتيجي الدولي عشان نفهم تركيا لأن التقرير اللي قدمتوه الحقيقة فيه بعض النقاط الهمة جدا ومنها ما بتسعى للأمام وهي أقل كلفة من الهروب إلى الخلف خلينا نحط نقطة كده جديدة قوي الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أنها تنتص ما حدث لها من فشل في المنطقة والإخوان المسلمين والقصة دي اتقسم الأمر إلى حاجتين وحضرتك تلاحظ هذا جيدا على الخريطة الاستراتيجية أصبح شمال إفريقيا هو عبارة عن تخصص الاتحاد الأوروبي بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية مع الفارق الكبير في السياستان ولكن في حدود زمنية محددة أما منطقة آسيا حضرتك سوريا وإيران وتركيا والعراق لا هذا لا تتخلى عنه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ككتلة أساسية واللعب على الجانبين بتركيا وإيران في مواجهة حساسة للغاية بعيدا عن التعليقات التي تخرج من تركيا وتحت ابتسامات تعطي أطمئنان لا تركيا النهاردة مع الأسف الشديد بتواجه مأزق شديد جدا واللي عمل المأزق ده هو رئيس الدولة أو أردوغان في حد ذاته ومعندوش استعداد يتراجع ويتوازن وهذا أفضل ليه هو لو تراجع وتوازن مع الكرد ومع سوريا ومع العراق ومع إيران أعتقد أن الموقف هيكون في صالحه كويس وفي صالح المنطقة بالكامل كويس وهذه هي النقطة الوحيدة اللي لن تسمح بها أمريكا على الإطلاق أنه يتراجع ويفوء إلى أن التوازن مع المنطقة هو مكسبه الوحيد هي تخسر في هذه الحالة وبالتالي إذ لم يدرك هذا الموقف سدقني هو وقع فيه مشكلة حلها بما أنك ذكرت إيران الموقف الإيراني أيضا كان متقدم فيما يتعلق بالتدخل التركي في سوريا والعراق إيران تقول بأن هذه الغارات تمثل خطأ استراتيجي بالنسبة لتركيا وسوف يرتد عليها أو يجعل الإرهاب يرتد عليها ستكون نتائج عكسية كما تقول إيران هل أنت توافق وجهة النظر هذا سيادة الليواء أنا أشوف أوافق على أن هذا الموقف سيرتد على تركيا أكيد ولكن في نفس التوقيت أفهم السياسة الإيرانية اللي فيها جزء معين أنا بنبه أن على الأقل في إطار الحسابات الاستراتيجية العادية أو الرأي الشخصي لا أنا ما بقى يعني مش موافق عليه إنما حتت أن هذا العمل اللي حصل من تركيا على سوريا سيرتد على تركيا ده شيء أكيد ارتداد ما حدث مع مصر على تركيا واقع ارتداد ما سيحدث من العراق حينما تستفيق أو تجمع شتات قواها وتمنع التأسيم المعناوي إنه يصل إلى تأسيم أرضي سيرتد على العراق موقف إيران واستراتيجيتها وأهدافها بالتأكيد سيرتد على إيران حسابات الروسية لا تنساها لا تنساها يا أستاذ كمان طيب دكتور أحمد الكزبري في دمشق عندما نلاحظ ارتفاع مؤشرات الحل السياسي في سوريا وارتفاع مؤشرات الاتصالات مع القيادة السورية في دمشق يعني أسبوع الماضي كما تعرف دكتور أحمد كان هناك جرعة كبيرة من التفاؤل داخل سوريا وداخل دمشق وداخل القيادة السورية نتيجة الاتصالات التي جاءتها أو حتى ما طرحه ديمستورا على مستوى الوصول إلى حل مع ارتفاع هذه المؤشرات ترتفع وقاع التدخل العسكري الإسرائيلي والتركي وعودة الحديث على المنطقة عازلة والاعتماد على جيش الفتح وغير ذلك هذا ما يجعل الوضع الضبابي يحتاج إلى تفسير دكتور كيف ترتفع جرعة الحل والثقة في سوريا بنفس الوقت يتم الحديث عن معادلات قديمة مثل منطقة عازلة وتدخل مباشر العسكري التركي والإسرائيلي أول شيء استاذ كمال الثقة مع مين يعني الثقة مع مين الثقة بين الدولة السورية وبين الحكومة السورية والتركي ما بعتقد أنه يكون فيه ثقة وخاصة بظل عدم تغيير تركيا لسياساتها يعني نحن بنعرف السبب المباشر واللي أكتر ضرر لسوريا هو الموقف التركي والسياسات التركية الحدود اللي انفتحت المال اللي دخل تدريب المقاتلين إرهابي العالم كلهم دخلوا عن طريق تركيا بدعم من المخابرات التركية هلأ بس إذا بنروح على موضوع المنطقة العازلة هذا موضوع آخر المنطقة العازلة إذا بناخده من الناحية القانونية هذا ما بيزبط لأنه بده قرار مجلس الأمن وقرار مجلس الأمن ما راح يتاخد فيه بوجود حضور الدور الروسي المعروف بالنسبة للموقفه طيب دكتور أحمد فقط حتى لا نناقش كل مسألة على حدة يعني أنا أتحدث عن ارتفاع مؤشرات الحل السياسي وإعادة الاتصالات مع دمشق بعض القوى يعني أو بعض الدول في نفس الوقت ارتفاع وقائع التدخل العسكري وارتفاع وقائع التدخل العسكري المباشر من قبل إسرائيل وتركيا يعني هذا يحتاج إلى تفسير يعني كيف يمكن أن يكون هناك نوع من ارتفاع التدخل في سوريا مع الحديث عن حل السياسي هو محاولة لأفشال هذا الحل السياسي لأنه أنت أول شيء الحل السياسي ما بيصير إلا ما تكون أنت متفق على القضاء على الإرهاب بالدرجة الأولى وهذا من أولويات الحكومة السورية ما ممكن يكون في أي مسار سياسي تمشي فيه إلا ما يكون الشيء الأساسي فيه هو القضاء على الإرهاب هلأ اليوم وقت صار الإرهاب متفشي وبلش يرجع للدول الأوروبية كلها يعني الإرهاب بداية انضرب دمشق و بغداد بعدين صار بالكويت وصار بباريز ووصل لسيدني ووصل لبوستون فاليوم صارت القصة إرهاب دولي وأغلب الدول الأوروبية اليوم صارت مقرة بهذا الإرهاب اليوم التركي بتصوري هو بتلتقي مصالحه مع الإسرائيلي بده يراهم بالريهان الأخير لأنه يشعر أنه فيه حيصير اتفاق دولي قريب على محاربة الإرهاب ومحاربة الإرهاب ما رح تكون إلا بالاتفاق مع الحكومة السورية وتحت إشراف الجيش السوري والجيش العراقي طبعا ويكون فيه تنسيق كامل متكامل بين الحكومة في بغداد موضوع التنسيق أنا سأسأل فيه الأستاذ محمد ناجي في بغداد لو سمحت لي أستاذ محمد ناجي من تدخل التركي الذي الآن محصور في سوريا والعراق إلى موضوع داعش التي تهدد أيضا سوريا والعراق المسألة الكردية التي تحتاج تشاور سوريا عراقي كل هذه العوامل ألا تجعل الوقت ينضج باتجاه تنسيق سوريا عراقي مباشر عملياتي وميداني نعم وهذا ما حصل فعلا من خلال زيارة سيد مستشار الأمن القومي السيد فالح الفياض وهذه الزيارة هي من ضمن زيارات التنسيقية لتعزيز العمل المشترك الاستراتيجي وخاصة كما وضحت في البداية اليوم القوات العراقية من القوات المسلحة والحجد الشعبي وأبناء العشائر يخضون معارك ما زالت رحاها تدور في منطقة الرمادي لتحرير مدينة الرمادي وكما هو معروف الرمادي منطقة واسعة ولها حدود واسعة مع سوريا تداعيات هذه العمليات وانكسار داعش يعني انسحابه إلى داخل الحدود السورية ولا بد من أن تقوم أيضا القوات السورية بعمل عسكري أعتقد أنها ستكون قوات داعش ستكون طعم سهل للقوات السورية لأنها ستكون في حالة انسحاب وقد منيت بخسائر كبيرة وكبيرة اليوم نحن على الأرض قد قطعنا أوصال داعش إلى أجزاء متناثرة مدينة الفلوجة التي تعد من أهم المعاقل لداعش هي محاصرة في أكثر من 95% وليس لديهم إلا منفذ صغير هل صحيح سيد محمد داجي بأنه هناك يجري اتصالات سورية عراقية من أجل عملية عسكرية على الحدود السورية العراقية وتأمينها بالكامل؟ نعم هذا ما نود أن نقوم به لأننا نعرف أن داعش سيندحر بالنتيجة في هذه العمليات ووضحت أننا اليوم نحاصر داعش في معقلة أهم معاقلة وهي داخل الفلوجة وهو بدأ يتهاوى تحت مطرقة نيرانة ولدينا معلومات مؤكدة ودقيقة من انهيار معنوياته وانهيار قياداته أكثر قيادات داعش داخل الفلوجة قتلوا كثير منهم انسحبوا كثير منهم تركوا العمل ليس لديهم اليوم قوات بديلة قواتهم هزيلة جدا ونحن نضيق الخناق أكثر وأكثر كل يوم وهناك عمليات أيضا على مستوى الرمادي داخل مركز الرمادي وقد تحررت الجامعة ومنطقة البوذياب ويبدأ التقرب اليوم أكثر وأكثر إلى مركز المدينة وإذا ما تم تحرير مركز المدينة ليس هناك من مأوى لداعش إلى انسحاب داخل القوات داخل الحدود السورية شكرا جزيلا أستاذ محمد ناجي نائب عن منظمة بدر من العاصمة العراقية بغداد أيضا أشكر الدكتور أحمد الكزبر يعضو مجلس الشعب السوري كان معنا مباشرة من دمشق ولواء محمود زاهر الخبير الأمني والاستراتيجي كان معنا مباشرة من القاهرة محمود زاهر الخبير الأمني والاستراتيجي